السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة أولى متوسطة لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ يسمين وأبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم راح نشوفوا فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية والحياة إذن بما أنه هذا الفصلنا نقرأ عن نباتات النصغ الناقص والكامل التغذية عند النبات النتح التركيب الضوئي إلى غيرها من الدروس التي تصب في منح النبات الأخضر إن شاء الله راح نشوفوا فرض يتحدث عن هذه الوحدة إذن يلا بدون إطالة أبنائي نبدأوا نقرأ الفرض التعنى نفهم كلمة بكلمة ثم نقوم بتصحيح مع بعض إذن تمرين الأول يقولنا إنك تتناول أغذية مختلفة ومتنوعة حتى تكون في صحة جيدة ولكي تسفيد من هذه الأغذية يجب هضمها بشكل جيد لذلك يجب أن تحافظ على صحة أسنانك من التسوس السؤال ما هي القواعد الصحية التي يجب يتبعها للمحافظة على سلامة أسنانك من التسوس أو كما يعرف كذلك بالنخر إذن تلاحظوا بلي هذا التمرين الأول هو تكملة يعني هذا الفرض اللي داروه كين تلأسات دا ولا تلميذ ما داروش يعني هذا التكملة تعالفصل الأول مفهوم؟ يعني أحبوا يسقسوكم على الفصل الأول لتلأسات دا اللي ما كملوش داروه كتمرين سهل وبسيط في سؤال واحد نحن نشوفوه الإجابة عنها يلا إحنا وشي همنا هو ما يبدأ هنا يلا التمانين الثاني يقول يعتبر ولا يعتبر النبات الأخضر كائن حي يتغذى مثل الكائنات الحية الحيوانية ولمعرفة غدائه المعدني قمنا بالتجارب التالية يعني النبات الأخضر زيه زي الكائنات الحية الأخرى يعني أنه يقوم بيعني عنده غذاء عنده الكثير من الأشياء راح نشوفوها في التجارب التالية التجارب الأولى وش تقول خطوات العمل عندي نبات أخضر مخبرة زجاجية ما تحطينا فيه مخبرة زجاجية أعطينا له السي او دو أعطينا له الضوء وش نلاحظه والتفسير والنتيجة مفهم؟ التجارب التالية وش تقول نبات أخضر دناف مخبرة زجاجية أعطينا له ماء مقطر أعطينا له سي او دو والضوء وش نلاحظه التفسير والإستنتاج الثالثة نبات أخضر مخبرة زجاجية محلول معدني رائق الكل سناقو الزجاجي ضوء كذلك الملاحظة التفسير والإستنتاج والتجربة الرابعة والأخيرة عندي نبات أخضر وضعته في مخبرة زجاجية عطيت له محلول معدني سؤود وعطيت له غطاء أسود مع أنت غطيته من الضوء راح نشوفه الملاحظة والتفسير والإستنتاج التلميذ اللي شاف باللي ما يقدرش فقط كي يقرأ يرسم التجربة مع أنت يرسم مثلا نبات أخضر يعطي له سي أو دو يعطي له ضوء ويشوف وشي سرى من فهم يلا السؤال الأول وشي يقول أكمل الجدول يعني نكمل الجدول بالملاحظة والتفسير والإستنتاج في كل تجربة السؤال الثاني يقول استنتج الشروط الضرورية لنمو النبات الأخضر مع تابيما أنك شفت هذه التجارب الأربعة أعطيني وشنهما الشروط الضرورية لكي ينمو النبات الأخضر نمو جيدا يلا نروحو نشوفو السؤال ولا الوضعية الإدماجية وش تقول الزرعة فلح نبات الفول وللحصول على نباتات جيدة النمو زود المزرعة بكميات منتظمة من محلول الكنوب يحتوي على بيكا يعني وشنهو البيكا هو فوسفور و بوتاسيوم فعند نمو النبات لاحظة ظهور بعض الأعراض معتهم تلاحظوا باللي مكان شو النمو جيد وشنهما هذه الأعراض بدوكم نشوفوها واللي معالجة هذه الأعراض قام بإضافة الأزوت اللي هو الآن تسمى هاد المزارع في اللول وجدار ده الفوسفور و ده البوتاسيوم فقط ولكن لاحظ باللي كين بعض الأعراض لما تعجبش شوفو شنهما الأعراض قصر الساق معانتها الساق قصيرة عندي كذلك أوراق قليلة و صفراء معانتها الأوراق نبات الفول كانت قليلة و كذلك لو انتها أصفر نباتات هزيلة معانتها نباتات مشي خضراء و شباء لا هزيلة معانتها أرقيقة إذن قام كيشفت الأعراض اللي يمشي مليحة قام بإضافة الأزوت اللي هنا روي ويورينا حق لنبات الفول التعليمة تعناوش تقول قدم سبب ظهور الأعراض السابقة على نبات الفول معانتها علش كانت عندي هاد الأعراض في نبات الفول السؤال الثاني كيف استطاع الفلاح معالجة وإنقاذ محصوله يعني احنا نجيبوها من التعليمة مفهم؟ عفون ميناء السند اللي اعطاوه لي يلا السؤال الثالث والأخير قدم نصائح لهذا الفلاح حتى يتحصلها على محصول جيد لنبات الفول معانتها وشنه هي النصيحة ولا مجموعة من نصائح لتعطيها لهذا الفلاح باش يولي عنده نبات ولا محصول جيد لنبات الفول مفهم؟ إذن يلا نبدأ التصحيح مع هذا إذن نبدأ بالتمني الأول اللي يقول أعطني القواعد الصحية التي يجب اتباعها لسلامة الأسنان من التسوس أو النخل إذن نعطوه فقط يعني كلي هاد التمني الأول أربع نقاط هكذا يعني تقدروا تدوهم بكل سهولة نعطي لهم كثقافة عامة يلا أول حل تنظيف الأسنان بعد كل وجبة غدائية معانتها نقص السناني بعد كل وجبة أتناولهم تنين التقليل من تناول السكرية معانتها نقلل من تناول السكرية باش ميصر ليستسوس الثالث الحل ثالث تغذية صحية متنوعة تتضمن الخضر والفواكه ولا الاكثار من الخضر والفواكه رابعا زيارة طبيب الأسنان مرة كل سنة معانتها في كل سنة نسي نزور طبيب الأسنان باش نشوف الأسنان تاعي كيف شرهم مفهوم سهلة وبسيطة يلا ننتقل إلى التمنيين الثاني اللي فيه تجربة في يعني أربع تجارب وحنشوفوها على النباتات التجربة الأولى تقول وضعنا نبات أخضر في مخبرة زجاجية زدنا له السي او دو والضوء هذا ما كنشوفه لازم نقرأ تجربة مليحة زد له غير السي او دو والضوء هل هذا كافي أبنائي لا ليس كافيا إذن الملاحظة اللي نلاحظوها هو ذوبول وموت النبات التعنى معانتها النبات لم ينمو جيدا معانتها مات التفسير علاش مات النبات لعدم توفو الماء لأنه يشوفو حطيت نبات أخضر صح أعطيت له السي او دو اللي هو يحتاجه وعطيت له كذلك الضوء اللي يحتاجه لكن لم أعطيه الماء إذن يموت الملاحظة النمو التفسير أعباكم شو معانتها أعطيني لماذا حدثت هذا الشيء ما فهم التفسير لغياب الماء ما هو الاستنتاج نستنتج باللي الماء الضروري لننبو النبات الأخضر وعندنا نقطة ونص فهم يلا التجربة التانية وش عندي نبات أخضر حطيته في مخبرة زجاجية زيت له ماء مقطر وسي او دو وضو يلا الضوء مليح السي او دو مليح لكن هل الماء المقطر مليح بكم شو معتها الماء المقطر معتها ماء مغلي معتها ماء نزعت منه الأملاح المعدنية إذن مدام نزعت الأملاح المعدنية فإن النبات مستحيل أنه ينمو إذن ماذا ألاحظ ذبول النبات وموته التفسير لعدم توفر الأملاح المعدنية في الماء المقطر ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن الأملاح المعدنية ضرورية لنمو النبات الأخضر نحن نضع جوبة ثالثة نبات أخضر وضعته في مخبرة زجاجية أعطيت له المحلون معدني أعطيت له الضوء ودرت له رائق الكيز وناقوز زجاجي رائق الكيز كيتلقوا كلمة رائق الكيز سعرفوا بلي السئود يعني السئود يمشي دوما مع رائق الكيز وش اللحظه؟ ذبول وموت النبات التعنا النبات الأخضر لماذا أبنائي لأنه رائق الكيز كينضاعوه رائق الكيز كينضاعوه وين يكون سئودو سحي يمتصوا كامل يعني رائق الكيز يمتص كامل السئودو الموجود في تلك الغرفة ولا في المخبرة الزجاجية إذن لم ي يج 허락 نبات لهذا مات النبات للا يجب التحقق أن تكونينينه لأنهم انتظر التعنات لأنه رائق الكيز يمتص منar يعني أين يكونوا رائق الكيز يمتص كامل السئودو خارج الغرفة ما هو الاسينتاج؟ استنتاج بان السي او دو ضروري لنمو النبات التانو انا رحل التجربة الرابعة عندي نبات اخضر حطيته في مخبرة زوجاجية دلت له محلو معدني دلت له السي او دو لكن غطيته بغطاء سود غطاء سود معدن منعت عليه الضوء اذا وش نلاحظه ذبول وموت النبات لماذا لعدم توفر ضوء الاستنتاج الضوء ضروري لنمو النبات الاخضر ولاحظوش يعني ما توسوسوش كلا التجربة الاولى التانية التالتة الرابعة يعني جميع التجارب لاحظنا فيهم ضبول وموت النبات يعني منقوشها ما مثلا مستحيل انهم يعطوني تجارب يموت فيهم جاء النبات لا يعني تقدر تروح يلا الاستنتاج ولا السؤال التاني وش يقولنا استنتاج شروط نمو النبات وشنهما الشروط الاساسية لنمو النبات الاخضر هي محلول معدني غسي او دو و الضوء يعني محلول معدني اللي هو ماء زائد املح معدني فهم هذه هما الشروط التي يجب توفرها لكي ينمو النبات الاخضر تعنا نموا جيدا يلا ننتقل الآن الى الوضعية الادماجية اللي قال لي باللي زرع فلاح نبات فول لكن شوفوا كي رح يزيد له كمية محلول كنوب زاد له غير الفوسفور والبوتاسيوم فلاحظة هذه الاعراض قصر الساق أوراق قليلة وصفرة نباتات هذه لا إلا غري ذلك السؤال يقول قدم سبب ظهور الاعراض السابقة على نبات الفول ما عنده علش ظهرت هذه الاعراض إذن دوما أبنائي لحظوا دوما نكتبو كلمة من خلال السياق والسند الأول السياق هو هذا مفهوم والسند الأول ما عنده استعملت هذا ما يملكه نقوله من خلال السياق والسند واحد واثنين شوفوا وش حال عليها نقطة دايما نكتبوها هذه تسمى الواجهة دوما نكتبوها لأن العديد من تلمدي يقول لك حمجي بعشرين لكن ترحلوا في هذه النقطة مفهوم يلا نقوله من خلال ما عنده باستخدام وش عطيت لي انت السياق والسندات لعلش ظهرت هذه الاعراض على نبات الفول لأن الفلاح قام بسقي نبات الفول بمحلو الكنوب غير كامل معتشوفوا استخدم غير الفوسفوغ والبوتاسيوم لذا ينقصه الآزوت فأثر سلبيا على نمو النبات معتها الفلاح لو كان من لول دار محلو الكنوب مئة بالمئة فيه ن بي كا معتها فيه الآزوت والفوسفوغ والبوتاسيوم فإن النبات كان سينمو جيدا مفهوم يلا السؤال اللي بعده وش قال لي تنين كيف استطاع الفلاح معالجة وإنقاذ محصوله الفلاحي مفهوم يلا كيفش عالج نفس الشي معنش نعودها نممو نعودوها من خلال السياق والسنة قام الفلاح بمعالجة وإنقاذ محصوله بإضافة الآزوت اللي هو الآن فأصبح محلو الكنوب كامل انت ما ولا عندي ن بي كا معنتا ولا عندي الآزوت والفوسفوغ والبوتاسيوم يحتوي على كل عناصر المعدنية أساسية فكان نمو جيدا للنبات إذن لاحظوا لهنا لكي ينمو النبات جيدا يجب علي أن أعطيه محلو الكنوب كامل معنة نعطيله الآن والب والك يعني من نقصله حتى واحد مفهوم؟ إذن هذه بالنسبة لسؤال تاني نمر للسؤال الأخير يقول يقدم نصائح لهذا الفلاح حتى يتحصل على محلو جيد لنبات الفول يلا نقوله النصائح يعني نعطي النصائح اللي عندي نفهم ما قالونيش مثلا 3-4 نعطيه وش نعرف يجب سقي النباتات بمحلو الكنوب كامل يحتوي على كل العناصر الأساسية ن بي كا وبتراكيز مناسبة وش قلنا التركيز الأحسن على محلو الكنوب هو 2% وهي الآزوت والفوسفوغ والبوتاسيوم وأن أي نقص أو زيادة يؤثر سلبا على نمو النبات معنتها لو كان نزيد ولا نقص في الكمية تعمح له الكنوب راه تعطيني سلبا ولا تأثر سلبا على نمو النبات 2- يجب أن تكون النباتات معارضة للضوء من فهم؟ نقدر كذلك نقول يجب أن تكون نباتات معارضة للضوء عندها 2- يكون كافي لازم تكون عندها ماء كافي إلى غري ذلك مفهم يعني نعطي له شروط نمو النبات الأخضر مفهم أبنائي هذا بالنسبة للنصائح يعني النصيحة هما اللي حبوها هو هذه تعمح له الكنوب لأنه درنا عليها الوضعية الإدماجية شوفوا لهنا نظافة وتنظيم الورقة واستعمال الوثائق والسندات عليها واحد مع أنت ما تنسوش النظافة واستعمالكم للسندات وشعطوكم عليها واحد بشدوا العالمة الكاملة في الوضعية الإدماجية إذن أبنائي هذا بالنسبة لفرض العلوم الطبيعية والحياة للفصل الثاني للسنة أولى متوسط إذا عندكم أي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات أجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله